بسم الله الرحمن الرحيم كتاب سفينة نوح بقلم سيدنا مرز غلم أحمد القادياني المسيح الموعود والإمام المهدي عليه الصلاة والسلام الحلقة الأولى على غلاف الطبع الأولى أي في زمن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وردت بعض النصوص على هذا الغلاف منها اصنع الفلك بأعيننا ووحينا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم هذا ما أوحى الله إلي على شاكلة آيات قرآنية قلبي منفطر حزنا على الناس بسبب هذا الطاعون فهو ليس بطاعون بل هو طوفان عظيم تعالوا واركب سفينتنا بسرعة فإن سفينتنا هذه من ذلك الرب العليم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم صدر هذا الكتاب لأول مرة في خمس عشر سنة 1902 نشر سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام نبوء عن تفشي الطاعون في البنجاب قبل ظهره بسنوات حيث قال عليه السلام اليوم الأحد ستة اثنين الف ثمانمية وستة وتسعين رأيت في المنام أن ملائكة الله تغرس في مختلف مناطق البنجاب غراسا سوداء قاتمة وقبيحة جدا ومخيفة وقصيرة فسألت بعض الغارسين عن مهيتها فقالوا هذه غراس الطاعون الذي سيتفشى في البلاد عما قريب وقد تلقيت قبل ذلك وحيا يتعلق بالطاعون وهو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إنه آوى القرية أي أن هذا الوباء الظاهري لن يزول ما لم يزل وباء المعصية من القلوب فاستهزأ القوم بهذا النباء العظيم وقالوا لا يتفشى الطاعون في البنجاب ولكنه دهمهم وفقا للنباء الرباني حتى استطار شره وأخذ يحصد مئات الآلاف فبدأت الحكومة بخطة شاملة لتطعيم الناس وقامت بدعاية كتابية وخطابية واسعة لتفرد التطعيم على كل السكان لكن المسيح المعود عليه السلام امتنع عن التطعيم معتذرا وألف هذا الكتاب في 151902 وشكر فيه الحكومة على خطتها وبين أنه لو لا المانع السماوي من التطعيم لكان أول المتطعمين بمصد الطاعون وأوضح أن الله تعالى سيحفظه من الطاعون وكذلك من تفان في طاعته والعمل بتعاليمه حقا وأن هذا سيكون آية له من الله تعالى وبعد أن تحدث عليه السلام عن معجزة الطاعون في هذا الكتاب قال وإن كان السؤال ما هو ذلك التعليم الذي تنجي مراعاته الحق من بطشة الطاعون فها أنا أختصره هنا ثم سجل عليه السلام عشرات الوصايا النافعة والمواعظ القيمة والتعاليم الضرورية للإصلاح الأخلاقي والرقي الروحاني بأسلوب بليغ مؤثر وما هي إلا خلاصة تعاليم الإسلام كما أكد على أهمية الدعاء وكيف يجب أن يكون الدعاء ثم ذكر عليه السلام علامات ظهور زمن المسيح المعود وقارن بين تعليم القرآن وتعليم الإنجيل في مواضيع عدة مركزا على المقارنة بين دعاء الإنجيل خبزنا كفافنا ودعاء سورة الفاتحة وتحدث عليه السلام عن وسائل الهداية وبين أنها القرآن الكريم والسنة والحديث ثم بين الفرق بين السنة والحديث وذكر معيار صحة الأحاديث ثم ذكر فلسفة أوقات الصلوات الخمس ثم خاطب الأمراء والملوك والأثرياء والعلماء ثم تحدث عن حالة مشايخ الطرق الصوفية وأصحاب الزوايا وفي الأخير وجه العديد من النصائح للنساء وتحدث عن تعدد الزوجات ولكتاب سفينة نوح اسم آخر هو دعوة الإيمان واسم ثالث هو تقوية الإيمان كانت هذه مقدمة النشر كتب المسيح المعود عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم مصل الطاعون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنه لمن دواعي الشكر أن الحكومة الإنجليزية الموقرة اقترحت مرة أخرى مشروع التطعيم إشفاقا منها على الرعية وإنقاذا لهم من عدوى الطاعون وحملت على كاهلها عبءا ثقيلا من ملايين الربيات من أجل راحة عباد الله إنه لعمري مشروع يجب أن تستقبله الرعية العاقلة بعاطفة الامتنان والذي يسيء الظن في أمر التلقيح فهو جاهل جدا وعدو لنفسه ولقد عهدنا هذه الحكومة الحريصة لا تطلب من الناس اتخاذ علاج يحمل في طياته خطرا بل إنها لا تقدم في مثل هذه الحالات إلا ما ثبت فائدته بعد تجارب كثيرة لذا فإنه لمما يتنافى مع اللباق والإنسانية أن تكافأ عاطفة حب الخير الصادقة التي بعثت الحكومة فبذلت لتزال تبذل مئات الألوف من النقود بالقول بأن لها غرضا مشبوها من وراء كل هذا التعب والإنفاق شقية الرعية التي يبلغ منها الظن السيء هذا المبلغ لا ريب أن أعظم وأفضل ما استطاعت هذه الحكومة تدبيره في عالم الأسباب حتى الآن هو هذا المصل ولا ريب أن التجارب قد أثبتت نفع هذا التدبير فبمقتضى مراعاة الأسباب يجب على الناس كافة أن يستجيبوا لهذا التدبير ويريحوا للحكومة الموقرة من الهم الذي تعانيه من أجل سلامة نفوسهم بيد أننا نعتذر إلى الحكومة المحسنة بكل احترام قائلين بأنه لو لم يكن لنا مانع سماوي لكنا أول المتطعمين بمصل الطاعون من بين الرعاية أما المانع السماوي فهو أن الله تعالى أراد أن يرى الناس في هذا الزمان آية من آيات الرحمة السماوية فخاطبني قائلا أنت وكل من كان في دارك ومن تفان فيك بكامل الاتباع والطاع وبخالص التقوى ستحفظون من الطاعون ويكون ذلك آية من الله في هذه الأيام الأخيرة كي يحكم بين شتى الطوائف لكن الذي لا يتبعك اتباعا كاملا فإنه ليس منك فلا تأس عليه إن هذا أمر إلهي وبمجبه لسنا ولا الذين يسكنون في حضيرة دارنا بحاجة إلى التلقيح فقد بيّنت آنفا أن الله الذي هو رب السماوات والأرض وقد أحاط بكل شيء علما وسلطانا قد أوحى إلي قبل زمن قائلا إنني سأحافظ كل من كان بين جدران هذه الدار من ميتة الطاعون بشرط أن ينخرط في سلك المبايعة بكل إخلاص وطاعة وتواضع متخليا عن جميع النيات السيئة وأن لا يتصرف إزاء أحكام الله وأمام مأموره هذا بتكبر وتمرد وأنانية وتهاون وعناد وعجب بشكل من الأشكال بل لابد له من أن يعمل بتعاليمه وفوق ذلك قال لي مخاطبا لن يغشى قاديان الطاعون الجارف المبيد بصفة عامة بحيث يموت الناس منه كالكلاب ويجنون من وطأة الهم والتشرد وأن جميع أفراد هذه الجماعة مهما يكن عددهم سيسلمون من الطاعون بصفة عامة مقارنة مع أعدائهم اللهم إلا أولئك الذين لم يرعوا عهدهم حق الرعاية أو الذين بشأنهم سبب خفي في علم الله تعالى فهؤلاء يمكن أن يتعرضوا للطاعون بيد أن الناس سيعترفون متعجبين في آخر الأمر بأن عناية الله مع هذه الفئة مقارنة مع الآخرين وأنه تعالى قد حفظ هذه الفئة برحمته الخاصة حفظا لا نظير له في الآخرين سيصاب بعض الجهال بالدهشة من هذه النبوءة وسيسخر منها بعضهم وسيرمين بعضهم بالجنون وبعضهم سيحتار ويذهل بالاطلاع على وجود إله يستطيع أن يرحم العباد من دون مراعاة الأسباب وجوابه نعم لا ريب في أن هذا الإله القدير لموجود وإلا لمات أولياؤه وهم أحياء إنه العجيب ذلك القادر وعجيبة قدراته المقدسة إنه يسلط على أوليائه أعداءهم السفهاء كالكلاب من جهة ومن جهة أخرى يأمر الملائكة بخدمتهم وكذلك حين يثور غضبه على الدنيا ويفور سخطه على الظالمين فإن عينه تحرس عباده المقربين ولولا ذلك لن هد بنيان أهل الحق من قواعده ولم استطاع أحد إلى معرفتهم سبيلا ألا إن مظاهر قدرته لا تعد ولا تحصى بيد أنها لا تظهر للناس إلا على قدر إيمانهم ويقينهم فإن الذين أعطوا اليقين والمحبة والانقطاع إليه تعالى وانسلخوا من عاداتهم النفسانية فأولئك الذين تظهروا لهم قدراته الخارقة للعادة ترجمة نانسي قنقر